بتوجيهات من السيد الرئيس الفريق بشار الاسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله ايوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة تفقدية الى بعض وحداتنا ونقاطنا العاملة في رفاي حما الشمالي والشمالي الغربي التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم ونقل اليهم محبة السيد الرئيس الفريق بشار الاسد وتقديره لاعمالهم البطولية التي ينفذونها وتصميمهم على مواصلة اداء الواجب المقدس في حماية الوطن والدفاع عنه وزود السيد العماد القادة الميدانيين بتوجيهاته لمتابعة المهام المقبلة والعمل بكل ما يمكن ليكون عامنا الحالي عام النصر الناجز على الارهاب وداعميه واستمع سيادته منهم الى طبيعة المهام والاعمال القتالية المنفدة في التصدي للمجموعات الارهابية التي تعمل بشكل دائم على خرق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في سوتيشي من خلال التصعيد الارهابي الذي ظهر بوضوح عبر الاستمرار بالاستهداف المتكرر للمواطنين الامنين في ريف حماية شمالي والغربي كما اشاد سيادته بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون مؤكدا ان معركتنا مستمرة للقضاء على الارهاب بعزيمة صلبة وارادة لا تلين لمتابعة مسيرة البدل والعطاء في سبيل ان يبقى الوطن شامخا ابيا بشموخ رجاله مشددا على ان نجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على الارهاب ورعاته لم تكن لو لا ايمانها المطلق بالنصر ووفاؤها التام للوطن واستعدادها الدائم لبدل الغالي والنفيس في سبيل عزته وكرامته بدورهم اكد المقاتلون انهم سيبقون العين الساهرة والجنود الاوفياء للذود عن سوريا وصون ترابها وكرامتها يصلون الليل بالنهار بذلا وعطاء وتضحية في سبيل القضاء على الارهاب واعادة الامن والاستقرار الى ربوع سوريا الابية